السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا نشترك ويفعل ذلك الجرس عشان يوصلوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجيدة ان شاء الله النهاردة موضوع حلقتنا عن لماذا افكر في شخص معين 24 ساعة بشكل ارادي غير من قطع الحال النهاردة هقول لكم اسباب فيه قنوات كتير قالت اسباب كتير اسباب كتير جدا بس النهاردة انا هتبقى الحلقة مختلفة شوية لان هتعمق شوية في الاسباب يعني هتعمق شوية يعني هجيب خبايا نفس بشرية صعب قوي ان احد يوصل لها تبقى معي الحلقة كويس جدا 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 اول حاجة وهناك احتمال ايه انت انا بفكر في شخص 24 ساعة اما الا انا اللي بحبه وانا معجبة به وانا اللي بفكر فيه وانا اللي برسله التخاطرات دي او هو اللي بيفكر فيه بشكل كبير جدا جدا وهو اللي بيرسل التخاطرات دي عشان كده انا فكرت فيه بغض النظر عن مين اللي بيفكر في التاني في حاجات بتبين في حاجات بتبين من اللي بيفكر في التاني الأول هل هو اللي بيفكر فيه ولا أنا اللي بيفكر فيه لأن السؤال ده اتسألت فيه كتير جدا جدا وفي الحلقات تابعة على القناة أجبت السؤال ده كتير من اللي بيفكر في التاني الأول أنا أقول لكم دلوقتي إزاي تعرفوا أنه هو اللي بيفكر فيكم وهو اللي شاغل بالكم عن طريق أنه هو بيعمل تخاطرات جامدة جدا عليكم يبقى أنا ما أفكرش فيه هو اللي بيفكر فيه أعرف إزاي وأتأكد إزاي أتطمن إزاي اللي هو اللي بيفكر فيه مش أنا اللي بفكر فيه عندما ينتابك أو ينتابك شعور شعور بالحنين والاشتعاق والبكاء تجاه هذا الشخص بالرغم من أن قبل كده أو اليوم اللي قبل ما ينتابك هذا الشعور كان عادي بالنسبة لك أعرف إن الشخص ده هو اللي بيفكر فيك تحس إن أنت عايز تكلمه تمسك التليفون وتتصل عليه تقابله تكلمه عايز تكلمه بأي طريقة تتطمن عليه تسأل عنه بأي طريقة يعني شعور إن أنت عايز تكلمه ده أو تتطمن عليه بيبقى مسيطر عليك أعرف إن الشخص التاني هو اللي بيفكر فيك مش أنت اللي بتفكر فيه يبقى لو انتابك شعور بالاشتعاق شعور بالحنين تجاه هذا الشخص اعرف إن هو اللي بيفكر فيك بس اليوم اللي قبله أو الفترة اللي قبله كان الشخص بالنسبة لك عادي جدا 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 ما كانش فيه أي مشاعر تجاه فجأة فجأة مرة واحدة تحس إن أنت عايز تكلمه تحس إن أنت فيه حنين تجاهز الشخص ممكن يصل عند بعض الناس إلى نوبات من البكاء تحس إن أنت عايزة تمسك يعني فيه رغبة وإلحاح غير عادي رغبة غير معروفة ملحة عند أنت تمسك تليفونك وتتصل عليه اعرف إن الشخص التاني هو اللي بتخطر معك وهو اللي بيفكر فيك خلينا نكون متفقين طيب التفكير ده جالك منين أو اللي اشتياكو الحنين ده جالك منين إنت كنت ماشي أو إنت كنت ماشي في يومك عادي الشخص ده مش في دماغك بس لازم يكون الشخص ده إنت عارفه أو شفته ما نفعش أتخطر مع حد أو حد يتخطر معي ما أكونش أعرفه أو ما أكونش يعرفني لازم نكون إحنا نعرف بعض حتى لو هو في بلد وأنا في بلد تاني خالص المهم إن إحنا نكون إن إحنا عارفين بعض أو شفنا بعض على الأقل مرة في العمر الحنين ده بقى والاشتياك ده والمشاعر دي جات إزاي جات إزاي وإنت كنت ماشي حياتك كده وما فيش أي مشاعر تجاه هذا الشخص أنا فاهمكو بالروح المشاعر دي جات منين جات من خلال عقلنا اللواعي عقلنا الباطل أرسل لعقلنا الواعي إشارات العقل بينقسم إلى عقلنا عقل واعي وعقل لاواعي العقل اللواعي ده اللي هو المسؤول عن التصرفات والأحلام والطاقات والروح والكلام ده إنما العقل الواعي الحاجات اللي بنعملها السلوكيات الإرادية اللي احنا بنعملها النوم الأكل الشرب الحاجات دي فاهمت عقلنا اللواعي لما الشخص ده زي ما احنا عارفين إن إحنا طبعا الكون كله عبارة عن كرة طاقية وإحنا في الكون بنرسل إشارات لبع بنرسل زبزبات لبع زي جهاز اللاسلكي بزيز زي جهاز اللاسلكي فالشخص ده لما فكر فيك طلع من عقله إشارات وزبزبات طاقية وقامل فوكسينج عليك ركز عليك هذه الزبزبات اتنقلت لعقلك اللواعي اتنقلت لعقلك اللواعي مش عقلك الواعي عن طريق الحسة السادسة ما احنا لو بنفعل الحسة السادسة دي معظم إنه يعتبر كل البشر عندها الحسة السادسة بس فيه ناس بتعرف بالحدث بتاعها بتعرف فين اللي بيفكر فيها وفيه ناس ما بتقدرش تستخدم الحسة السادسة دي مش معترفة بيها أساسا فيكون الحدث عندهم بطيء جدا أو منعدم وفيه ناس الحدث عندهم عالي جدا فبيعرفوا استخدموا الحسة السادسة دي وبيوصلوا من الشخص اللي بيفكر فيهم وبيتعاملوا مع الكون بكل أريحية فهو نقل لنا الشخص لما فكر فينا عقله اللواعي نقل لنا زبزبات لعقلنا اللواعي وعقلنا اللواعي ادى إشارات لعقلنا الواعي إن فيه شخص بيفكر فينا الزبزبات دي بتوصل لنا بمشاعر بمشاعر سواء مشاعر إيجابية أو مشاعر سلبية لو شخص بيفكر فيك لو أنت إذي شخص أو شخص عامل معاك مشكلة أو شخص ما بتحبوش أو هو ما بيحبكش فتلاقيه هيرسل لك على طول طاقة سلبية إشارات سلبية هتحس بطاقة الكرة عقلك اللواعي هينقل لعقلك الواعي إشارات طاقة سلبية زبزبات طاقة سلبية هتأثر عليك هتأثر على حياتك هتأثر على عقلتك هتشعر بالحزن والاكتئاب أول ما تفتكر الشخص ده هتحس بالضيء والزعل وقد ينتبك شعور إن أنت عايز تنتئم منه فاعرف إن الشخص التاني ده بيرسل لك مشاعر سلبية أما لو كان بيحبك هنا بقى هتشعر بمشاعر الحب ومشاعر الاشتياق استحالة استحالة هي تفكر في شخص 24 ساعة ألا ما تعرف تحدد مشاعرك تجاه سواء بتحبه أو بتكره يبقى إحنا فهمناها بكل بساطة لإني جات لي أسئلة كتير جدا إزاي أنا المشاعر دي بتجيلي إزاي بحس بطاقة الحب وطاقة هذه المشاعر فاحنا عرفنا الميكانيزم اللي الطاقة دي بتوصل لنا إزاي وبنحس بها إزاي هعمل لكم حلقة تانية كمان عن الطاقة دي إزاي بتيجي لنا في الأحلام وليه بنشوف الشخص وليه بنشوف الشخص ده على طول في الأحلام ولما نشوف الأحلام هل إن إحنا اللي بنفكر فيه عشان كده حلمنا به ولا هو اللي بيحلم ولا إحنا مش بنفكر فيه هعمل لكم إن شاء الله الحلقة القادمة هتكون عن الأحلام وإزاي أعرف إن الشخص بيفكر فيه من خلال الأحلام من خلال حلمك هنحدد هل الشخص هو اللي بيفكر فيك ولا أنت اللي بتفكر فيه قبل ما تنامي ياريت يا جماعة لو أعجبكم الفيديوهات تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتشترك